لمسات أخيرة لمتحف اللوفر الذي يضم لوحة الموناليزة لليوناردو دافينشي يضعها على أحد أكبر معارضه على الإطلاق لأعمال الرسام الإيطالي وأعد اللوفر أكثر من 160 لوحة وتمثالاً وغيرها من أعمال فنية ترجع لعصر النهضة لعرضها في معرض يقاموا للاحتفال بذكرى مرور 500 عام على وفاة دافينشي ويفتتح المعرض يوم الخميس الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول وسيضم عشر لوحات لدافينشي منها لوحات معروضة في اللوفر ولن تشارك في المعرض لوحة الموناليزة أشهر لوحات دافينشي والمعلقة في اللوفر منذ الثورة الفرنسية ويشاهدها نحو 30 ألف شخص يومياً ويتوقع المتحف أن يجتذب معرض دافينشي نصف مليون زائر على الأقل حتى انتهائه في الرابع والعشرين من فبراير شباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر